السلام عليكم خوتي تحياتي كل ابناء وطن الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب بلا منسى وخوتنا اللي في الغربة موضوع اليوم راح نتكلم على تطورات جديدة في قضية اسماعيل بن ناصر وانتقاله الى بارينسان جرمان او عدم انتقاله الى بارينسان جرمان اول شيء نزل منها نعرف حاجة باللي اسماعيل بن ناصر كثير عليه الكلام خاصة من النادي الباريسي وكلام من مختلف المواقع الفرنسية والصحف الفرنسية حتى لقزات ديلزبور طرقت الموضوع وتكلمنا سابقا انه ناصر الاخليفي مصر على اللعب وليوناردو ايضا اعطاه عرض سابق لنادي الميلان كان 20 مليون اورو عفوا 30 مليون اورو وبعدها زادوا طلعوه الـ 40 مليون اورو ولحك حتى الـ 50 مليون اورو الان تطورات قبل ما نضروع تطورات احنا نعرف انه حسب ما موقع لودي سبور انه ليوناردو والادارة انتاع باريسان جرمان فعلت بند الشراء لماورو ايكاردي مهاجم الانتر السابق ومن بين ايضا الملفات اللي تكلمنا عليها سابقا انتخلمنا على اللاعبين المطروحين لادارة الباريسان جرمان من بينهم لعب لا روما واللورنزو بيليغريني وميلينكوفيش صافيش تعلازيو ايضا بالناصر لكن المسجد اليوم انه صحفي نيكولو شايرا نيكولو شايرا هذا من الصحفيين المعروفين في ايطاليا ويحايفين انه من النادي الميلان ان انتقالات النادي الميلان وينشط عند التاليا وهم سوق الانتقالات الايطاليا وانه عن معلومات على العديد من اللاعبين وليس فقط لعبين من الميلان خرجه في تويتر يسكي ا lohلي لا توجد اي محادثات بين اسماعيل بن ناصر و نادي باريس سن جرما الميلان لا تريد بيع اللاعب الجزائري هذه كخبر نقدر نقوله اقرب للحقيقة لان هذا نيكولو شيرا يعني مقرب من نادي الميلان و مقرب من الانديا الكبيرة في ايطاليا و يعرف اخبارها لا توجد نية واضحة من قبل ادارة الميلان بالتفريط في اسماعيل بن ناصر مهما يكون المبلغ الى حد الساعة اسماعيل بن ناصر هو مشروع لنادي مشروع مستقبلي لنادي الميلان او ما يسمى البيج ميلان الميلان سوف يدخل سوق الانتقالات الصيفية القادمة بقوة ابدأها من المدرب الالماني رالف رانكيك اللي كان يدرب في لابزيك وايضا راح يتعقد مع بعض اللاعبين في المركات الصيفي اذا رغم ان المدرب مزال سيفانو بيولي مزال هو المدرب انتاع اسماعيل بن ناصر لكن كل الصحف الايطالية اجمعت ان المدرب القادم فيه بعد الانتهاء كورونا وبعد انتهاء مقابلات هذه المتأخرة تاع الكورونا راح يكون جديد في ادارة الميلان من بعض اللاعبين كشراء بعض اللاعبين وبيع بعض اللاعبين تعاقد مع المدرب رالف ريانكيك مدرب اللايبزيك السابق راح تكون ثورة كبيرة في الميلان اذا اسماعيل بن ناصر يعتبر مشروع ميلان المستقبلي مشروع ميلان المستقبلي حسب الصحافي نعود اكدو الصحافي الايطالي نيكولو شيرا يقول لا توجد محادثات بين اسماعيل بن ناصر والميلان لا تفكر في بيع اللاعب الجزائري كلش واضح اذا اسماعيل بن ناصر سوف يبقى مع الميلان اذا خوتي قلت ونعود موس اسماعيل بن ناصر لاعب الدولي جزائري احسن لاعب في كاس افريقيا بمصر يعتبر هو اللاعب المستقبلي ميلان مشروع نادي ميلان الجديد يتمثل في اسماعيل بن ناصر وبعض اللاعبين اللي راحين يتعاقدوا معاهم وبطلب ايضا حسب الاخبار من الصحف الايطالية والمواقع الايطالية ان المدرب الجديد اللي يتفاوض معه الميلان رفض بيع اسماعيل بن ناصر اذا اسماعيل بن ناصر رسميا سوف يكون في الميلان اسماعيل بن ناصر مما تكون المبالغ 40-50-60 مليون اورو باقي في الميلان بطلب من المدرب وادارة النادي لم تفرط في اسماعيل بن ناصر اذا اسماعيل بن ناصر باقي في الميلان بشكل شبه رسمي ليس فقط المقابلات الاخيرة هذه لكن بعد حتى الكورونا باقي اسماعيل بن ناصر على الاقل موسم واحد مع الميلان كمشروع مستقبلي لنادي الميلان اذا بالتوفيق اسماعيل بن ناصر ملتقنا مع مزيد من الفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته